وفي الملف الإداري والانتخابي الذي يشغل الجميع كشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله عن اعتماد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني إجراءات تستند على تقييمات تصدر من جهات رقابية رسمية يتم من خلالها عزل وإقالة رؤساء الحكومة المحلية المقصرين في إداء واجباتهم ومن تثبت عليهم تهم فساد مالية أو إدارية وأجرى عبدالله زيارة إلى الأطراف القوى السياسية من المكونات الكردية والعربية والتركبانية في كاركوك موضحا أن زيارته تأتي لإطلاع هذه القوى والأطراف على المواضيع المتعلقة بالمحافظة واللقاءات المنعقدة مع بعثة الأمم المتحدة في العراق بهذا الشأن والخطوات المتخذة لتطبيع الأوضاع في كاركوك وخاصة بما يخص الأراضي الزراعية وكيفية تعويض المزارعين وأضاف أن لجنة المدى 140 من الدستور البرلمانية سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل